حصل رجل الأعمال اللبناني ورئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي على أغلبية أصوات النواب اللازمة لتشكيل حكومة جديدة بعد اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة قبل أيام وقد حصل ميقاتي على 73 صوت من أصل 118 نائب في البرلمان وترأس ميقاتي الحكومة اللبنانية في السابق مرتين الأولى عام 2005 والثانية عام 2011 ووفقا للنظام السياسي اللبناني يجب أن يشغل مسلم سني منصب رئيس الوزراء بينما يتولى رئاسة البلاد مسيحي ماروني وتضغط الحكومات الغربية على الساسة اللبنانيين لتشكيل حكومة يمكنها بدء إصلاح مؤسسات الدولة التي تعاني من الفساد وهددت بفرض عقوبات وقالت إن الدعم المالي لن يتدفق قبل بدء الإصلاحات